السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد وجدتكم فيديو جديد عن سميندد ليسينس جران ديكوس خطأ السبعة فيديو اليوم راح نحكي عن تحديث التسطعش سبعة اللي راح يجيب يوم الثلاثة من الساعة عشرة بي ام إلى الساعة وحدة يعني أربع ساعات لأ ثلاث ساعات التحديث كثير طويل هاي تاني تحديثي بيجي طويل لأنه عم يغيروا كثير شغلات باللعب إن شاء الله هذه الشغلات تكون للأفضل بالمستقبل بقى خلينا نبلش بأول شغلة اللي هي البانر اللي احنا بنعرف بنعرفها جاية اللي هي بانر ديان طبعا بانر ديان هي شخصية فقط جيدة في البي في بي أسوري بالشيطان ولازم يكون عندك نوعيات من يعني جنس غير بعضه يعني إذا كان عندك واحد شيطان بعدين واحد ملائكة بعدين واحد عماليقة بعدين شيطاني ما بصير يكون عندك نوعين من نفس الجنس بالتيم تابعك شان يشتغل نفسه نفس بسيف قوثر بس طبعا هي بتعطي شي كتير رائع بتعطي بيسيك ستاتس 30 بالمية للفريق إذا كان فريقك من الثلاث أعراق مختلفة خلينا نشوف السواري هون هون خلينا نشوفها شو بتعمل بالضبط تليك إذا كان اللي عم يشاركوا بالشيطان ثلاث من أعراق مختلفة أول شي بتعمله بترفع الرانك تبعك كروتك أول ما تبليش نفس الديان الخضر سوري نفس لز الخضراء لبانفول وغير هيك بتعمل بترفع البيسيك ستاتس للأشخاص 30 بالمية طبعا هي بتعملها مرة واحدة لما تفوت على اللعبة بس شكلها ما بتنشال وإذا أنت عندك شخص عنده عرقين بيحتسبوك عرقين عرفتوا كيف يعني ما فيك مثلا تحط ما فيك تحط مثلا معك زقيرتي ومليوداس بنفس الديم لا لأنه زقيرت بنحسب بشري وبنحسب شيطان ما فيك تحطوه بالديم مع مليوداس لأنه هيك ساعة رح يصير عندك اثنين شيطان بالديم عرفتوا كيف هاي هي طبعا الشيطان اللي فيك تستخدموا فيه هو أي شيء من النورمن للهى awards الهيل فقط فيك تستخدمها بالكريمزون وبالعصلي فقط لأهل لازم تستخدم لون معين الريد لازم تستخدم أزرق العرا Device لازم تستخدم أخضر والكريمزين pediatric والقصلي فيك hết بكتستخدم فيه الأحمر والبس فيك تستخدم فيه فقط أخضر يعني فقط في حلة تستخدم بكل شيء غير الهيل. عادي فيك تستخدم بوين ما كان اذا بدك طبعا الشخصية جبارة وخاصة كمان لانه كروتا اول كرت بيعمل اللي هو دمج مئة وثمانين مئة وسبعين واربعة مئة وخمسين والكرت تاني بيعمل بورسترايك اللي هو مئة وعشرين مئة وخمس وستين ومئة وخمس سبين طبعا يعني على كل على كل بوف عليك رح تعمل دمج ثلاثين بالمئة زيادة وزا اللي ضدك كل ما زاد سبعة وكل ما انت رح تعمل زيادة وطبعا تعمل دمج سبعة سوري بتعمل دمج خمسمية بالمئة وبتزود الدمج اللي بيعملوا الالاي سبعة بالمئة اذا كانت لفل واحد وثنين واربعين بالمئة اذا كانت لفل سيكس لمدة ثلاثين تضرب كل اشخاص طبعا هي مثل ما تلكم شخصية فقط تستقدم في الشيطان لشياطين لحتى تتفاعل البسف تبعها بس الحركات العادية بشيكس اختماع ما بدك بس البسف شان تشتغل هي تتعطي ثلاثين بالمئة بيسكس ساس لالاشخاص اللي معك بالتيم لازم تقوم بالشيطان طبعا لو حطوا كل شيء الا بي في بي كانت سفاحة بشرية صارت بس للاسف حاطين فقط بالشيطان بس الحلو فيها انه انت فيك استكتمه مو فقط مثلا بالمو فقط بالشيطان الارمادي او بالموث فقط او لازم يكون تيمك عبارة عن اخضر كله لحتى تشتغل نفس لا هون اي لون بس اهم شي يكون من عراق مختلفة طبعا يعني فيك اعتقد افضل شخصية تحط معها اللي هي الخين مليوداس وفيك تحط معها ساعتها اي شخصية تانية مثل مثلا اسكنور مثل مثلا تحطها ليز فيك تحط معها سارييل اي شخصية بتعمل دمج مرعب بالشيطان ورساعته رح تصير كلمة الاقوى واقوى واقوى وطبعا هاي فيك تقول اذا انت حطيتها بالتيم معك رح تستبدل مية بالمية ارثر ساعته انت عندك افضل شخصية بتعطي البسو وهي حركات اكمان بتعمل دمج مرعب هذا الشي كمان الرائع فيها دعونه مو بس هي بسه وحركاته ا معا يعملو شي لا حركاته تنتين تعملوا دمج مرعب بس للأسف البانر تبا عادية صح فيها شخصيات اه مثل مثلا مثل مارلين الزرقة مثل ميكا كمان سخصية التانية وبسيام ميكا معها بالبانر بانر خلينا نشوف إذا محطوطة هون محطوط هون البانر تبعها مين فيها لا للأسف بس البانر التبع فيها شخصيتين سمر لا بقسة بهم مثل مارلين ولو حطين فيها لليز ليكا هدول هنالشخصيتين لكم حطينهم اللي هو مارلين الزرقة وليز ليهوك اللي بتعطي بوف للملايكة بقى هدول هدول ثلاث شخصيات هم الوحيدين المفيدين بالبانر بس نصيحة مني لا حدا يعمل على البانر لانه متل ما بتعرفو أو متل ما اسمعنا أخبار أنه رح يكون فيه رح يكون في بانر فيستفال رح تجي ممكن خلال أسبوعين بقى نصيحة مني على الأقل على الأقل قبل ما تسحبوا عليها استنوا أسبوع، إنه هي البانر رح تضل أسبوعين بقى فيكم تستنوا لآخر يوم بالبانر وتسحبوا عليها إذا ما اجه في السبال او اذا اجه شخصية بتختم الزئب لانه الزئب بصراحة بالنسبة للاغلبية رح يكون مهم اكتر لانه رح يكون مفيد مو فقط لزئب مفيد انه انت تطور شخصياتك باخرية نشوف الشغلات التانية اللي رح تجي رح يكون فيه كروت للسمر بيعطي بزود لك رزيستنس اربعة بالمية الى عشرين بالمية حسب اذا بتلفله يعني اذا كان لفل واحد اربعة اذا كان لفل عشرين بصير اذا كان لفل خمسة بصير عشرين بالمية وهي جدا رائعة ليش انا راح تساعدك لحتى تصير انت تاكل ضرب اقل يعني هي ممكن تساعدك بالشياطين ممكن تساعدك بالزب بالطير بايشي بقى هذا شي جدا جميل ورح ناخده كله مجانا بقى اذا بدكم تستخدموا استخدموا لانه مفيد بس لفل واستخدموا هلا بنجي للشي التاني اللي رح يجي اللي هو رح فيك تحطه كشخصية اساسية اللي هي تعطيك الهدايا بدل لز رح يجي لبس جديد لليز ورح يجي لبس جديد لكوايي مارلين بس صراح هذا اللبس لبس اطفال بقى ايك ساعتها صارت اكس هننرب عليها طبعا اذا تشتري مع جمات رح يكون مصاري واذا اشتريتوا لحاله رح يكون مصاري بس ارخاص يعني هدول اتنين بمصاري بقى مو نصي حدا يشتريهم لانه لانه عنا لبس كامل لالهم هلا بنجي طبعا البانر رح يكون فيه كثير بندلات شان تشتريها بجمات مو نصي حدا يشتريها هلا صار فيك انت انت تختار الفلتر اللي بدك ياه اذا اليونيك ما تنفع بالشياطين فقط بتحط مسل بديها بالشياطين بنفيه بن عالل والله الطبيعة بتحطها كل الشخصيات اللي تنفع بالديمونية كل الشخصيات اللي بتنفع نحش عرفتوا كيف؟ بدعم الشخصيات اللي بتبلش بيده من عار ليمكن تحط عار اذا تبلش بS cr puisque تع bardziej من الـ R و من الـ SR و من الـ SSR و من الـ UR عرفتوا كيف هاي الشغلة لا بأس بها هلأ فيه شغلة ما رح يغيروها بالغزال لأنه بفلور رقم الثلاثة المرحلة الثالثة رح يغير بدال ما هو بزود الـ Basic Stats لأنه هو كتير بصير مزعج لما يزود الـ Basic Stats رح يصير بدالها Life Force هلأ نشوف هلأ هيك كانت أنه هو براندوم هاي الشغلة كانت صح هي الشغلة أنا حكيت عليها كمان اللي هو شو بيعمل بيضربك وبيشيلك الكروت يا عفو الله كانت الكرت الـ Level 1 بتشيل الكرت ولما تكون سيلفر بتشيل كرتين يا عفو الله وأخيرا فهموا شايفين أنا كنت هي شغلة جدا جدا كانت قاهرتني وأنا كنت عميحكي عليها بالفيديو تبع التحديث تبع اللي هو ملاحظات المصممين عميحكي أن هذا الكرت مو منطقي أنت مرحلة لازمك كروت من كل نوع تجيب لي بسف تشيلي الكروت تبعي بقى الحمد لله الحمد لله شالوا هاي شالوا جزئية تبع وضافوا بدالا أنه لما يضربك بيعبي أورب واحدة وهي لما يضربك بالسيلفر بيعبي أوربين يعني كساعة رح يجيب ألتميت أسرع صح بس على الأقل ما رح يضل يشلك كروتك فمشا ما تقدر يعني مثلا في كثير أنا بثوث بثوث حتى يعني حتى مو فيديوهات بثوث ضليت ساعة ولا ساعة ونص لأنه بالمرحلة التالتة عم يضرب لي الشخصية مثلا عندي شخصية واحدة حمرة بالتيم عم يضرب لي الشخصية الحمرة ويشيل لكل كروتها بقى ما عم مقدر يعني لما أروح لمرحلة الرابعة ما عم يكون معي كروت حمرة خاصة أن نكون مثلا كنت حطت ديان بقى عم يضل يضرب ديان وعم يضل يروح منها كروتها بقى ما عم مقدر لما أروح لمرحلة الرابعة ما معي ولا كرت ديان وحيانا عم روح بالحظ يمكن يطلع لي كرت ممكن ما يطلع لي لما أروح لمرحلة الرابعة بدأ الكروت اللي روح لي ياها عرفتوا كيف بقى هذا الشي كان جدا مزعج وأخيرا شالو هلأ هنا صاروا شايلين الريفايف أعتقد وصاروا شايلين هلأ الشغلة الثانية المزعجة اللي هي ريموف سكل يعني من الأول المفروض هو منطقيا منطقيا ما يحتاجوا يعملوا هيك منطقيا أنت حسبها هيك بعقلك أنا عم أعمل إفنت بيحتاج استخدم ثلاث شخصيات من كل لون شلون أنا بعمل كرت بنفس المرحلة أنه أنا أحزف هدول الكروت يعني بدك ساعته كان بدك رنجي اللي هو حظ بالكروت مو طبيعي يعني اللي يروح لك ياهم ترجع تاخدهم عرفتوا كيف بقى الحمد لها هاي الشغلة شعلوها لأن هاي الشغلة عن جد كانت من أسوأ الشغلات اللي موجودة غير طبعا الريفايب يعني هدو كانوا أسوأ شغلتين بالغزة لأنه أنت تعتمد على الريفايب كتير يعني كتير وسيء الريفايب وشغلة الثانية اللي هو الكرت بقى الحمد لها شعلوها إلا كمان في تغيير أعتقد بالكرت أو تغيير عم يترجموها بشكل أصح لأنه حسوا أنه في ناس عم تفهمها غلط شو كانت يعني أنه على كل افكت على كل استاذ دكريس انت عملته اللي ضدك يعني لكلمة نقص له اللي ضدك شو بيعمل بيزود لحاله أتاك 10% وغيرها كمان يعني أنه يعتبر هو بشري زائد شيطان لخينا نقرأ هون شو اسمه شو فرق أزودوها من لا ما في شي يزاد ما زودو شي أه بس المقطع اللي فوق خلوه فقط بالديثماتش بس أنه هو شيطان خلوها بكل مكان إيه يعني هل هو شيطان يعتبر وبشري بكل مكان بس الإفكت اللي هو أنه البفات فقط ما تشتغل بالشيطان بس تشغل وينما كان أوكي شو كمان شينج شو كماند بيسيك ستاتس أوكي سيستم 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 شو كماند بيسيك وينما كانت تشغل بس وينما كانت تستبدل مثلا أنا كان عندي أتاك ديفنس على اسكنور وبدين بدلت لأتش بي ديفنس فيني بعدين فورا ارجع بسيك يعني في طريقة رح تقدر تكمل زر يرجع لك الجير الأديم عليه هيا حلوة أوكي الشغلات رح يصلحوها بالحركات تبعنا رح يكون في 35 جيم سيكون 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 خلو ورح يكون في كمان ناخد في هذا هذا يعطينا الجوائز بس مرة واحدة رح ناخد هاي الجائزة يعني مثلا موالله يعني ممكن يطلع لك هي ممكن يطلع لك يعني حسب أنت وحظك شي بيطلع لك قالوا لنا بالملوك الساحب شو تطلع لكم إذا تطلع لكم عشر جيمات تباعي عادي رح يكون في ديكور هاد الديكور رح يعطيكم شغلات جديدة خلين نقرأ شو بيعطينا ركواير فورتافرنشيس تو أوتو كلير تيكيت أوكي يعني يعني لفيك أنت اللي سندو السندو اللي بتاخده بعزاوية على اليمين رح يكون في أوتو تيكيت إذا بدك إذا حطيت هاي هاي بساعتها ويدش الخDRو اللي هو القلب 12% زيادة الفرنشيب كوين الغربة الشغل inated لما تستخدم الفرنشيب كوين رح تزيد الفرنشيب 6% وهون أوه أوه إذا إ тест tornado إذا استخدمتها سيستخدموها كل يابكم ساعة 40 دقيقة هذه الشغلة جدا 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 حلوة نصيحة مني ساعة لازم بساعة تخلص الشيطان هيك معك ساعتين واربعين دقيقة لحنا تلعب الشيطان لما تطلعوا عرفتوا كيف وهي الشغلة اللي حكيت عليها بالفيديو الماضي موافزة نزلته ولسه لسه ما نزلته اللي هي شو انه لما تلعب الاس بي دانجين اللي هو الفورت سولدجيز لما تلعبها رح يزيد اتناش بالمية القيج هلا هو في مية بالمية بتعبي مثلا اذا كل ما لعبت مرحلة اللي هي بتاخد من اس اس عربة انس كل ما لعبت مرحلة بيعطيك ستتعاش والعشرين بالمية اذا استخدمت هاي رح يصير يعطيك اتناش ومية زيادة هاي شي جدا جدا رائع استخدموها كل هاتكون وهي اذا انت عمت لفل الشخصية بيعطيك ستة بالمية اكس بي زيادة لما تستخدم اي بوشن وهي كمان انك انت لما تلعب الفلي ستايج بيعطيك جولد زيادة بصراحة اغلبهم جدا جيدين بقى نصيحة من يستخدموهم وهلا كمان صار في باتل ايفنت الباتل ايفنت هاي رح يكون فيها جوائز جدا جميلة المهمات رح يكون فيها جيمات وبره رح يكون فيها الكولا او البيرا اللي انت بتستخدمها مشان تلفل المو تلفل الشخصية تلفل الشخصية مشان تاخد الجيم وتاخد لبس للشخصية بعد الشي جدا جميل وراح يكون فيه كمان البنغو ايفنت هاي هي جوائزه جوائز لا بأس بها بصراحة فيها تيكتات وفيه اش اعتقد هاي التيكتات هي اللي بتاخد فيها الست تبع الكاردز اللي هو هاد وينو ايوا هاد باخدوه تعرفون اكتر كارت عاجبني من هدول شو هو هاد 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 المهم خينا نكمل وينو وصلنا ايه وفي ساعته فيك تشتري بالبنغو بالكوين وراح يكون فيه بوس جديد هذا المفروض اللي هو الشيطان هاد رح تاخد منه اللبس لمارلين وراح تاخد منه اللبس لروكسي هاي روكسي ولا ديان هاي مارلين هاي مارلين وهاي روكسي اعتقد هاي روكسي ولا مين ما بعرف صراحة ولا هاي ليليا وهاي روكسي مارلين لوليا روكسي مثلا ما الله ما بعرف وراح يكون فيه لما تخلص خمسة عشر مرة هادا الشيطان فيك تلعبه ثلاث مرات باليوم يعني بدك 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 خمس مرات خمس ايام تاخد هاي وراح يعملوا خصم على الكاستومز اللي هنن هادول اذا انتو بدكم هادول اللبس اللي هو لبس السمر هلا صار بعشرين جيم يعني بدان ما تشتري بثلاثين جيم رح فيك تشتري بعشرين جيم بيركاستو اه يعني اللبس الواحد مو كل لون ولا يعني عشرين بعشرين بعشرين ولا كله بعشرين هلا اذا كله بعشرين شي جدا رايع بس اذا بعشرين الواحدة لا تشترو غير الشي الاساسي اللي بدكم ياه عرفتو كيف بس شخصيات لا بأس بها بصراحة الشخصية الوحيدة اللي ممكن واحد يشتري اللبس اللي هو آآ بان غوثر مارلين ديان كينغ هادا كينغ هادا كينغ القديم مو كينغ الجديد ممكن مليوداس وليز بس شوفوا اي مليوداس واي ليز اللي بينفع لهو اللبس لانه ممكن مليوداس وممكن لازم بينفع عليه هادا اللبس باتاكدوا قبل ما نشتروا اي شي وطبعا هادا بتلاثين جيم اللي هو اللبس تبع هدول ثلاث شخصيات اعتقد هدول ثلاث شخصيات هو الفيستفال اللي هو ذوان وبان الفيستفال ومليوداس الفيستفال وهذا هذا كتير لبس مهم نصيحة مني إذا ما عنكم يا إذا بدكم يا شتروه هذا اللبس جدا مهم هذا اللبس شو بيعطيكم لون انت لما تلعب الهلد في كالتي اللي هو أصعب صعوبة تلعب ريد ديمين بيعطيك قطعة تطوير ملابس زيادة قارنتيد عرفتوا كيف هذا اللبس جدا 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 مهم الريد ديمين والغري ديمين والكريمزين ديمين الكريمزين ديمين أرخص شي بيعطيكم اشتروا له واذا بدكم اشتروا الباقيين عادي بس مثل ما تلكم قبل ما تشتروا أي شي من اللبس استنوا على أقل أسبوع هنا نشوف شو هيجي الأسبوع الجاية على اليابانية وساعتها بنروح بنشتري كل شي إذا ما في شي لأسبوع القادم على الأقل يعني أسبوع أسبوع نصن سن أنا مو هلا الخميس خميس اللي بعده وطبعا رح يكون في بوسج أو مو بوس اللي هو باتل إيفنت رح ناخد فيها هدول الجواز بصراحة ما في شي وطبعا الشغلات اللي رح تخلص اللي هو سبيشال درو راقنا روك رح تخلص اللي هو تبع فريار رح تخلص بكرة الستيب أب ميشن أهم شي تلعبوا لسبب ليس لأنه بصراحة لم يخلصوا أنه كثير غليظين ولازم تخلصوا بالترتيب ما فيك وضع مثلا أنه إذا خلصت شغلة أريدي يحسب لك أنك خلصها لازم ترجع تخلصوا من أول الجديد هاي شي جدا جدا سيئ وهذه البندلات رح يخلصوا ما بس هذا هو الإيفنت بصراحة الإيفنت بتحسوا أنه في شغلات كثير بس هو جدا فاضي يعني هو إذا كتحسبها الشيطان بنجو إيفنت وبانر فقط هي هي الباقي كله لبس شانشتري بجمات أو بمصاري حقيقية وبندلات بس البانر مثل ما معتلكم البانر للأسف هي مو واو مو واو بس الشخصية مثل ما معتلكم شخصية السمر ما بترجع كل مرة يعني مارلين يمكن مارلين السمر يمكن رجعت له هلأ مرتين أو ثلاث مرات وبانرات كانت شخصيات اللي فيها جدا جدا سيئلة حتى أنه الواحد مستحيل يسحب عليها بس ما لن بصراحة ديان جدا مفيدة فقط بالشيطان إذا أنت كثير هامك الشيطان وكثير زعجك الشيطان ما بتده تهزمه الأصلي أو غيره ساعة تبدلك بصراحة البانر بتسهل واحد يسحب عليها إذا ما عندك مشكلة أنك تخلصه بأربع أو خمس لفات لا تلعبوا لا تسحب عليها لأنه مثل ما تلكم في بانرين ممكن يجو أول بانر اللي هو استرسه والبانر الثاني اللي ممكن تيجي اللي هو الشخصية اللي بتهزم الزئب بسهولة بهذول البانرين اللي المفروض الواحد يسحب عليهم مو هاي البانر بابس هم بيكونوا وصولنا هاتفة اللي مراجعة تكونوا سمتاعتوا فيه سمتاعتوا فيه لا تسعون لايك للفيديو شكرا لكم عبدالقران شكرا لكم في الجيد مني شكرا لكم في آخر الفيديو هالتانية السلامة